دكتور محمد إذا نتحدث عن تسابق ما بين الآلة الأمنية الأوروبية لتحصين أوروبا ككل وما بين التنظيمات الأرهابية خصوصا في هذه الفترة أن التنظيم داعش صاحب التهديد الأكبر يتلقى ضربات موجعة في سوريا والعراق ويريد أن يثبت الوجود في أوروبا واضح أن الدورة الأوروبية لقرية القدم وبالتالي هي حدث رياضي وبالأحرى كمان حدث أكثر من رياضي وحدث سياسي نتحدث فقط عن موضوع الأمني أولا هو تحدي غربي بالقول أننا ما زلنا نريد أن نعيش حياتنا الغربي بقيامنا اللي هي بقيامنا وبالتالي بما فيها من فنون ومسرح ورياضة وللتذكير بأنه الهجمات التي استهدفت باريس في الخريف الماضي استهدفت أساسا حالة الرياضة والفن والمسارح اللي كانت موجودة في هذه البلد وبالتالي كان هذا تحدي غربي هاي أولا ثانيا هذا الغرب هو يعلن بشكل صريح حربا على الإرهاب بشكل عام لكن أيضا في معارك محددة تحدث عن معركة الرقة وعن معركة الفلوجة والحديث أيضا عن معركة الموصل هناك طبعا إمكانيات أن تتداعى ردود فعل على هذه المعارك الثلاث أو الحرب بشكل عام على ما يجري في أوروبا لكن أكثر الحدث ليس فرنسيا يكفي أن نقول أن هناك حوالي مليونين من المشجعين الأوروبيين سينتقلون إلى فرنسا نحن في لندن ونعرف أن نصف مليون بريطاني سينتقلون إلى فرنسا هناك تحذيرات ليس فقط أوروبية على مستوى الحكومة البريطانية أو الألمانية لكن أيضا أمريكية زائد كما أشارت ضيفتكم من بريكستل هناك طبعا حاجة حقيقية لهذا التبادل في المعلومات ليس فقط بين الأوروبيين هناك طبعا الفرنسيين بدأوا يتحدثوا عن حالة شفافية كاملة ما بين أجهزة المخابرات الفرنسية والأجهزة الأمريكية وبالتالي هذه تجربة جديدة وهذه امتحان آخر لهذا الغرب هل بإمكانه أن يواجه تحديات أمنية عليا بهذا الحجم علما أنه على الأقل من خلال ما سمعناه مؤخرا من أنهم قبضوا على إرهابي لكنه يميني متطرف فرنسي في أوكرانيا بمعنى أن هذه مناسبة لكي يصف كل الناس حساباتهم باسم داعش لا نعرف من بإمكانه أن يكون باعتداءات معينة لكن هذه مناسبة كبرى للأسف لكي يقوم بأي طرف أي طرف ممكن حتى طرف صديق بأي تعليمي كما يقال في اللغة الداجية ضد الفرنسيين أو ضد الأوروبيين أو للضغط على سياسات معينة من خلال هذا الهدوان المناسبة لكي يقوم بإمكانه من خلال هذا الهدوان